اشتركوا في القناة صعب او من غيركم انت شكلك زعلان مني زعلان مني يا بابا لاحسن يكون حصل لكم حاجة احنا الحمد لله كويسين انا قلقتي جدا انا بفكر ما عملش العملية لا لازم تعملها عشان تخفي اخويا بقى لازم تعملها ما قدرش اسيبكم كده لازم اتطمن الاول وبعدين ابقى فكر في العملية ان شاء الله هيعمل العملية وهيبقى كويس حاول بس يوصي زعلتها ده هادي الحمد لله رصي علي يا ابني كويس ان انت جيت هنا النهاردة وقاريت الجوابات وعرفت كل اللي فيها ودي فرصة كويسة علشان ترجع البيت وتصلح اللي بين الوالد والابن ايوة بس انا مش هعرف اعمل حاجات دي كلها الواحد لازم حضراتكم تساعدوني حضرتك طبعا عنينا لو حضرتك عم مجد ينفع اروح انا تاني البيت وحاول تاني مع الحج الوالد وان شاء الله يفتح لي المرة دي وحاول فاهمه سوء التفاوم لا انا انا هازبقك على البيت وانت تيجي بعدها تخبط وانا هفتح لك وكاين ما عرفش اي حاجة فالص وهخبط عليك وديك الجوابات وكاين ما فيش حاجة حصل صح كده وانا هفتح الجواب واراه وحكي لبابا بقى كل اللي حصل الحمد لله اديك اتطلعت على كل شيء بس ليه استفسار صغير هو اخو حضرتك وعمك في يعني مشاكل بينهم ولا حاجة قدت للموقف اللي احنا فيه دوت وفي الحقيقة عمي يعني ما بيحبش اخويا لان اخويا متفوق في الدراسة طول الوقت وابن عمي يعني بيعيد السنة مرة واثنين وثلاثة يعني غيرة وحاجات كده يعني بس مش اكتر طيب انت ببساطة تقدر تلطف الامور ووظيفتك ان انت تصلح ما بين الاب والابن والعم وابوك وان شاء الله كل شيء يستوي المياه ترجع لمجريها زي ما بينقول ان شاء الله رب العالمين ربنا يطم من قلبك ماشي؟ ان شاء الله بأمر الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة